تزعل لما بتقالي ان الجيل ده اللي حقق البطولات دي كلها كان بسبب انه الاهلي كان قوي في الفترة دي معلش بمعنى يعني دايما بتقالي انه بطولة 2006 و2008 و2010 القوامل الاساسي للمنتخب اهلي مع بعض التواجد لأحمد حسن حسني عبد الربو تلات اربع اسامي كده محمد زدان من بره الاهلي لكن القوامل الاساسي اهلي تركه وبركاته الجمعة وسيد معوض ومش عارفه البركات برضو مكانش بيجي كتير يعني هو بمدمغو هو مش عاز ييجي لكن انا بقول لك لا ثاني واحد يعني البركات ما كانتش بيحب يروح المنتخب بغد ما قول له معارف دا كويس بمدمغو بقى انا عايز ايجي مش عايز يجي ما بيحبش يسافر افريقي يعني تقريبا اه دي من الروح انتو بقا روح انتو بقا فظيع بركاته اه ناجي انا بقول لك الاا مش مسألة الاهلة فعلا كان قوي وهو كان المسيطر على البطولات والكلام ده فطبيعي انت اي مدارب بيجي هيشارك العناصر اللي هي عندها لكن احنا كنا بنخش المنتخب مفيش حاجة اسمها اهل وزمالك اه انا فاهم انا فاهم بس دايما بتقالك كده لا 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 دايما بتقالك انت ما بتحسبهاش كده خالص احنا كرعيبة بنحسبهاش كده خالص بس الجمهور بيحسبها كده اول جمهور بيحسبها زي ما عايز اه انت تخش الانسب والافضل واللي بيديك ما هو انا اتالى عليها واخد الفين وتمانية والفين وعشرة معهور عشان الناس دي كان بتكتايت بشكل كويس وانا موجود معهم وفي الكارات كمان ده شرف الواحد ان هو حصل على بطولات لان هو بعد كده مش هقول لك فلان وفلان اللي لعب والكلام ده جيل كامل واخد بطولة صح وما انت هاتجيل ستة وتمانين ميلي كامل انت خدت بتلتين يا كابتان عبدالله اخدت قالوا ا liK سبعتاشر بطولة مع الزمالق سبعتاشر بطولة مع الزمالق夫 اثنيين افرق ابطولتين مع افرق حدد kicking عدد كبيرIch醬 عدد محترم جدا من الحمد الذي لن السبعتاشر بطولة مع الزمالقب يعني مش اي حد العدد ده من بطولات في الزمالق اه مش اي حد خالص لا وسبعتاشر بطولة اللي لعبهم يعني هم من tinha اللي بعدك منكنش لعب كتير فيه اه فاهم 17 بطولة وأنت أساسي في أغلبهم في أغلبهم فده معناه أن أنت برضو كنت مؤسس الحمد لله